تستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مختلف مصادرها حيث تشمل خطة الحكومة ثمانية برامج تستهدف توفير الطاقة من مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة وإتحتها للأفراد والمؤسسات نحو تحقيق طموحات الشعب المصري في حاضر ومستقبل أفضل تواصل الدولة تحديث وتطوير أساليب عملها بما يتواكب مع هذه التطلعات وفي مختلف القطاعات وفي وقت يحتل فيه قطاع الطاقة أولوية كبرى في عمل الحكومة الجديدة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة في البلاد تستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون القطاع قادرا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مختلف مصادرها الحكومة عبر خطط طموحة تشمل سمانية برامج تستهدف توفير الطاقة من مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة مع إتاحتها للأفراد والمؤسسات وفي صدارة البرامج التي تعتزم الحكومة اعتمادها بشأن قطاع الطاقة استمرار خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة وتوسيع أطور التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة ولسيما مع دول منتدى غاز شرق المتوسط وتعظيم الاستفادة من توليد الطاقة المتجددة بما يشبل الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وفي عالم مليء بالمتغيرات يأتي العمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ليتوافق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في البلاد حتى عام 2035 بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2035 كما تشمل الخطط الحكومية في قطاع الطاقة تعزيز الانتاجية والابتكار وتحسين البنية التحتية وتطوير الشبكات النقل والتوزيع وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتطوير قطاعي البترول والسروة المعدنية لارتباطهما الوسيق بقطاعات انتاج الطاقة ترجمة نانسي قنقر